سقطت الحدود تهريب البنزين والمزوت إلى سوريا عاد على المكشوف ومن كل الاتجاهات فسوريا تعاني أسوأ أزمة محروقات في تاريخها ارتفاع الأسعار وصل إلى 35 دولارا لصفيحة البنزين و30 دولارا للمزوت تراجعت الكميات المدعومة بنسبة 40% وهناك نقص حاد في السوق وستتراجع شحنات النفط والوقود الواردة من إيران فسوريا تلقت شحنات قدرها 1.39 مليون برميل من إيران في تشرين الثاني الماضي وكانت الكميات 3.5 مليون برميل في تشرين الأول و3.7 مليون برميل في أيلول واليوم أقل بكثير هكذا يبدو مرفأ بنياس السوري حيث تفرغ عادة السفن الإيرانية حمولاتها من المحروقات حاليا المرفأ فارغ كليا حسب ما يظهره موقع تتبع السفن ولا وجود لأي سفن في أحواضه كما إنه لا سفن منتظرة في المدى المنظور كما يشير الموقع البديل السوق اللبناني المافيات أعادت تشغيل محركاتها نتيجة فرق الأسعار المحاور الحدودية تعجب المهربين وتمتد من عكار شمالا إلى المعابر غير الشرعية في البقاع الشمالي دراجات نارية تجوب الحدود العكارية ومعابر سائد جوسي شمال الهرمل كل دراجة تنقل حمولة أربع بوات من البنزين خمسون لترا كل واحدة لتشكل رحلة التهريب مئتي لتر ومردودها مئتين وتسعين دولارا أما رحلة الدراجة النارية المهربة للمزوت فيبلغ ربحها مئتين دولار على مقلب العصابات صهاريج وشحنات وسيارات نقل بيك آب تنشطوا عبر المعابر المحمية وهكذا ستتجاوز فتورة استيراد المحروقات هذا العام خمسة مليارات دولار مقارنة مع 3.7 مليار العام 2021 وكان لافتا زيادة الاستيراد من 2.2 مليار دولار إلى 2.9 مليار في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي إذن المحروقات وكذلك الدولار المهرب بالشنط حولا الدولة إلى دويلة تهريب بحماية لصوص النظامين اللبناني والسوري